من الحياد القياد ده كلمة مسخة معرفهاش الحياد ده اللي هو مالوش معنى مالوش موقف واقف كده عالبر مالوش علاقة باللي بيحصل وإحنا كلنا لينا علاقة باللي بيحصل لكن الأهم في الإعلام هو الموضوعية أن انت نفس الشخص تلومه على حاجة غلط وهو هو نفس الشخص تمدحه لما يعمل حاجة كويسة لأنه مفيش حد نشطان كامل أو ملك كامل فأنا لومت وولعت دلوقتي في النجوم الشباب لأنهما الحقيقة أظهروا عدم وفاء قدام قيمة كبيرة زي نادي لطفي لكن كمان حمدح كتير من النجوم الشباب لأنهما عملوا قيمة تانية مهمة اسمها قيمة الدعم النفسي والدعم المعنوي والمواساة ولغوف جنب حد في أزمة وفي محنا حواريكم دلوقتي أغنية للفنان الشاب رامي جمال واللي مش فاكر رامي جمال كنا احنا هنا أول برنامج أعلن الأزمة الصحية اللي هو تعرض لها وهي فكرة مرض البهاء المرض الجلدي اللي تعرض له رامي جمال وطلع رامي جمال على صفحيته وكتر قال يا جماعة أنا ربنا ابتلاني بمرض البهاء وبقى عندي مشكلة واضحة في بقع غمق في جلدي وفي بشرتي ومش عارف هل داي خليني أعرف أكمل غنى ولا لا أعرف أكمل في المجال ولا لا الناس حتنتقدني ولا لا فحصلت موجة وهوجة كاملة من الدعم النفسي سواء من المستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى من الفنانين لا ربنا اشفيك يا رامي كمل يا رامي الشكل مانوش علاقة المهم الأداء والموهبة وا 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 وبسبب حالة الدعم النفسي الكبيرة دي واللي احنا كمان كنا جزء منها في هذا البرنامج رامي كمل وعمل أغنية اسمها سقف عمل أغنية اسمها سقف ايه أحلى حاجة في الأغنية دي حاجتين أولا رسالة الأغنية اللي حتقروها حتى في نهاية الأغنية الأغنية اسمها سقف حتى لو انت عندك مشاكل وعندك إحباطات وعندك أمراض وعندك كذا اوعى طيئس واوعى تحبط وخلي عندك رضا بالقدر ورضا بقضاء الله وسقف وابتهج عشان تتجاوز الحاجة التانية ان الأغنية لما تشوفوها كل نجوم الفن تقريبا مشاركين رامي في الأغنية زي ما شاركوه في دعمه النفسي بيشاركوه كمان في الرسالة اللي بيقولها للناس سقف حتى لو انت محبط لو الظروف هتسخف سقف والكلمة اللي كاتبها في الآخر إنه كلمة شكرا مش كفاية لكل اللي دعموني ودي الحقيقة رسالة مهمة ومش بس بقى في الفن دي رسالة في الحياة كلها لولا الناس ما نجا الناس لولا الناس ما نجا الناس يعني فكرة إنه إن إحنا جمى بعض بيهون كل حاجة وإن إحنا نبقى نسيب بعضه كل واحد يبقى لوحده يبقى كل واحد عنده بلويه وكل واحد مشكلته شايفها مصيبة كبيرة عشان كده الناس لازم ترجع توقف جمى بعضها ولازم العيلة كلها تبقى جمى بعضها ولازم الناس في المكتب وفي الشركة وفي القناة وفي المكتب المحامة وفي المصنع كلهم يبقوا مع بعض هتهون حاجات كثير المشكلة الكبيرة لما يشيلها واحد هتبقى تقيل عليه لكن المشكلة الكبيرة لما يشيلها مية هيبقى خفيفة القفة اللي وموقت نين بيشيرها اتنين ما بالك بقى القفة دي لما يشيلها مية هيبقوا بحسوا إنه هي ريشة بشكل كده ربنا خلقنا لبعض مش ضد بعض خلقنا مع بعض مش على بعض بس للأسف الحياة هي اللي بتلهينا وبتخلينا ناكل في بعض رغم أنه في بعض الأحيانة هو الرسالة أنه حد أحبط وكان بيفكر أنه قلاص يعتزل ويسيبش حياته ودنيته تنتهي مسدت الناس وقوف الناس جنبه خلوه يرجع أحلى والناس بقت في تظاهرة يعني جميلة جميلة الأغنية وجميلة الفكرة وجميلة الرسالة وجميلة الحالة اللي يا رب تنتشر عند الناس كلها